السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوتي أحبتي في الله اعلموا أرشدني الله وإياكم إلى طاعته وهدى أن العبد إذا اتقى ربه سعد في دنياه وأخرى ويسر له أمره وهون عليه هموم الحياة وغمومها ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله عز وجل وعد عباده الصالحين أن من اتقاه وقاه ومن استعان به أمده وأعطاه ومن توكل عليه كفاه أليس الله بكاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فتقوى الله سر سعادة العبد في دنياه وأخرى ونحن ما زلنا مع النمازج التقية النقية مع البررة الكرام مع الذين رباهم النبي عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام مع مدرسة النبوة نعيش مع الأم التي تزوجت وأحسنت التي انتقت واختارت التي أنجبت وولدت التي ربت ورعت مع الأم التي ربت لنا الرجال وصنعت لنا الأجيال مع هذه المدرسة التي لا تضاهيها مدرسة مع مدرسة الأم مع أم المدارس وأولى المدارس وأنفع وأوقع المدارس مع صانعة الأجيال ومربية الرجال مع واحدة من هؤلاء مع أم رومان أم عائشة أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن مربية أسماء مربية عبد الله أم الطفيل بن الحارث بن سخبرة وكل واحد من هؤلاء الذين ربتهم أم رومان ورعتهم أم رومان له شأن في الإسلام عظيم وجب علينا أن نبينه وأن نوضحه إليك أختاه هذه المدرسة التي ستمتد فصولها وتتنوع علومها نتعلم منها أصولا لا نخرج عنها وأول هذه الأصول الإسلام والإيمان والالتزام والاستسلام والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم الصبر على البلاء وتحمل المشاق ثم الكرم والجود وكرم الأخلاق ثم بعد ذلك الهجرة إلى الله ورسوله ثم بعد ذلك معاونة الرجل ومساعدته وإعانته على طاعة ربه وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى التربية الإيمانية لأولادها مع هذه المدرسة نعيش مع أم رومان كيف انتقلت من قريتها من بلدها من أقاص البادية فجاءت إلى أم القرى عاشت وتزوجت وأنجبت الطفيل ثم تعرضت لأول محنة وأول بلاء أن مات زوجها وتركها وحيدة في بلاد الغربة فمن الله عليها بأن عوضها بزوج لا مثيل له بعد رسل الله عز وجل تزوجت بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فما كانت له إلا زوجة بارة مطيعة أكرمها الله عز وجل بأن أنجبت منه عائشة وعبد الرحمن بأبني أبي بكر رضي الله عنهم جميعا ثم إنها كانت سابقة إلى الإسلام فما إن دعاها أبو بكر إلى الدين إلا وأجابت ولبت وكونت مع الصديق ثاني بيت من بيوت الإسلام كونت مع أبي بكر ثاني بيت من بيوت الإسلام فبيتها هو ثاني بيت في الإسلام تربت فيه عائشة وعبد الرحمن ثم بعد ذلك جاءت الهجرة والمحنة والعذاب والبلاء والشدة والامتحان والاختبار فصبرت أم رومان وتحملت في سبيل دينها ثم هاجر الصديق مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء يخبرها بأنه يعد العدة للخروج مع رسول الله مهاجرين إلى الله ورسوله إلى طيبة الطيبة إلى مدينة رسول الله المنورة فما تلكأت ولا تأخرت بل أعدت للصديق عدته وهيأت له زاده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقامت على أولادها لا تدري ما يفعل بزوجها ولا ما يفعل الله بها وعلمت أم رومان بحال رسول الله والصديق في الغار فهناك أيام امتحان واختبار قريش تطلب النبي والصديق وقد أعلنت قريش بجائزة مئة ناقة لمن جاء برسول الله وصاحبه مئة ناقة حمراء عربية كنز يدفع لمن جاء بالصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً وأم رومان تترقب ولا تدري ما يفعل الله بزوجها لكنها على يقين تام أن الله سيحفظ رسوله وصديق الأمة أن الله سيحفظ رسوله وأبا بكر لا محالة ولن يضيعها الله ولن يضيع أبناءها فأقامت على أولادها خير قيام بل إنها أعدت كيف تعين أولادها وأولاد الصديق فبيت الصديق هو بيت لهجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسمت الأدوار عائشة وأسماء لإعداد الطعام والزاد والماء عائشة وأسماء لحفظ السر وكتمانه لأن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ بيت أبي بكر بكرة وأصيلة في أول النهار أو في آخر النهار وبينما أبو بكر في حال القيلولة في شدة الظهيرة إذ جاء من ينادي عليه يا أبا بكر هذا صاحبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء في نحر الظهيرة متقنعا يعني قد غطى وجهه فانطفض أبو بكر من نومه قال فداه أبي وأمه والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر أي لأمر عظيم إلا لأمر جلل وعائشة الصديقة تحكي حديث الهجرة بتفاصيله الواعية المحدثة الفاهمة البنت التي تربت على العلم والأدب تربت على حفظ السر تربت على الاستعاب والمعرفة تربت على العلم بأحوال الأمة من حولها هذه هي التي تحكي لنا حديث رسول الله في الهجرة إذ جاء في نحر الظهيرة متقنعا فقام الصديق من نومه فزعا وهو يقول فذاه أبي وأمي والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر فاستأذن النبي فدخل وكل بيت أبي بكر حوله جاءت أم رمان وأولاد الصديق جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسر للصديق حديثا فقال يا أبا بكر أخرج من معك من أهلك خليهم يخرجوا برا فقال يا رسول الله إنما هم أهلك هم مش أهل أهلك هذه زوجتك وهذه حماتك أم رمان وهذه أخت زوجتك وهذا أخ زوجتك إنما هم أهلك يا رسول الله تكلم ولا تخش أنا مربيهم أنا معلمهم أم رمان ربتهم ربتهم على حفظ السر ربتهم على الأدب في مجالس الكبار هنا درس درس له ظروفه وله أحواله في بعض البيوت الآن إذا جاءت ضيفة للأم أو صديقة للأم الأولاد يعود حوالين أمهم الأولاد والبنات نعم لكن كل واحد بكلمة الضيفة تتكلم كلمة البنت ترد على الضيفة هي بتسأل أمهم تقول لها أنت خرجت مبارح يا أم فلانا تقول لا لا ده أنا أعدى في البيت البنت تقول لا لا يا ماما ده أنت خرجت أنت نسيت أنت رحت أوه طيب حاضر الصديقة تسأل الأم مثلا أنتو عندوك أكل النهار ده إيه تقول لها فضلة خيري عندنا كيت وكيت 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 الولد يقول لا لا يا ماما نحن ما عندناش حاجة ده أنت لسه تقوم تعمل الأكل وبعدين بقى وبعدين مشكلة لكن أنا أقول أيضا في التربية العيب عند الأم لأنها لما ربت أولادها ما ربتهم على أدب المجالس أن من سئل يجيب ومن لم يسأل يصمت الأمر الثاني أن تربي أولادها على مجالس الرجال بعض الأمهات علشان ما تحركش نفسها أول ما تجي تضيفها تدخل الأولاد الغرفة وتغلق عليهم من برة والأولاد بقى يقعدوا يكسروا ويعملوا مزهرات ويخبطوا ويعلحقين أخرجين أو يضربوا بعض أو يكسروا كل شوية رأي حاجية هذا سوء أدب وتربية هذا ما هو من أدب الأم ولا إعدادها بل وجب علينا أن نعلم أولادنا كيف يجالسون الكبار وعلمه كيف يكونوا كبيرا مع الكبار ابن عباس الذي مات النبي وعمره عشر سنوات أو يزيد قليلا كان يجلس في مجالس الكبار وكان يحضر مجلس كبار أصحاب النبي المستشارين كان يجلس في مجلس عمر في مجالس استشارة عمر في مشورة عمر بل كان عمر أمير المؤمنين يسأله حتى غضب السادة والكبار من سادة قريش من الأنصار والمهاجرين كيف يجلس هذا الصبي أو هذا الشاب أو هذا الصغير معنا علم أدب فقال أبو بكر أنا ضامن أولادي أم رمان ربتهم يا رسول الله أنا ضامن لا تخش فيتكلم النبي أذن الله لي بالهجرة فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله خذني معاك قال الصحبة يا أبو بكر تقول عائشة فبكى الصديق ولأول مرة أرى من يبكي فرحا من الفرح كنت أعلم يقينا أن المرأة يبكي من الحزن لكن كنت أسمع أن المرأة يبكي من الفرح فما رأيته إلا بعد أن قال النبي لأبي بكر الصحبة يا أبو بكر فبكى الصديق فرحا عندها قامت أم رمان بواجبها فهيأت الزادة والعتادة والماء والشرابة وهيأت أمور الرحلة وخرج النبي والصديق وقامت أم رمان بتوزيع الأدوار بعد أن أعلمها أبو بكر عبد الله يكون عندنا في الليل فيبيت معنا ويصبح الصباح في قريش فيسمع الأخبار ويعلم ما تعد له قريش وما تكيد به قريش ثم يذهب إلى النبي فيخبر بالخبر أسماء تحمل الطعام وتذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار ثور وعائشة تعين أختها أسماء لأنها كانت صغيرة تعين أختها أسماء وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر يعلف الدابتين ويعد العدة للخروج ويرعى الغنم حول الغار ويحلب لهم الحليم كل واحد له دور معد وأم رومان هي مدير الإعداد هي التي تحرك هذا الجيش الذي يعمل من وراء الستار أم رومان هي التي توزع الأدوار وهي التي تشرف عليها فكأنها القائد القائد العام لحركة الرحلة وإدارتها وتمت الرحلة بنجاح ثلاثة أيام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار ولما جاء الأوام وجاء الزمان كان عامر بن فهيرة قد أعد الدابتين لرسول الله وللصديق وأرسل الدليل إلى الدليل ابن أريقض أرسل إلى الدليل وهو رجل خريت ماهر بالطرق فاتفق مع عبد الله عامر بن فهيرة أنه يقابل الصديق ومع رسول الله في مكان على جم بعيد عن الغار ويخرج الركب النبوي والصديقي إلى المدينة مهاجرين وتبقى أم رمان بعد أن أخذ أبو بكر كل ماله ستة آلاف دينار أخذها الصديق ولم يبقي لهم شيئا ولم تضجر أم رمان بل علمت أن الله لن يضيعها إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله يسمع ويرى ويرعى أم رمان وأولادها أخرج يا أبا بكر صاحبتك السلامة وتودع زوجها بالرضى واليقين أن الله لن يضيعها أبدا كلام كلام يحتاج إلى وقفات كيف يخرج الصديق ولا يترك لهم مال ولا شيء وهي راضية مستسلمة كيف لا وهي مثل الحور العين في سكونها وهدوئها ونعومتها ورقتها وأدبها وحسن عشرتها كيف لا كيف لا وهي أم رمان ما تضجرت ولا تكلمت ولا قالت لزوجها أخرج يا رب كذا لا بل أخرج سالما صاحبتك السلامة ونحن نعلم أن الله معنا ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويصل الرجب النبوي سالما إلى مدينة رسول الله فيبني النبي مسجده ويبني بيوته حول المسجد ويذهب الصديق إلى بني الحارث من الخزرة بمكان يقال له السنح في أعلى المدينة بعيد عن المسجد يختر مكان فيبني الصديق بيته هناك ولما استقر المقام بالنبي كل هذه أخذت شهور نعم كم من الشهور استغرقت هذه الرحلة وأم رومان مع أولادها هناك أي في مكة صابرة محتسبة مع أبي قحافة والد الصديق ينتظرون أمر الله الذي يأتي قريبا بالفرج ولما استقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل خادمة زيد بن حارثة ومولاه أبا رافع وأرسل معهما الدواب والأموال وأرسل الصديق رضي الله عنه عامر بن فهيرة وأعطاه مالا ليشتري إبل ويذهب الجميع للإتيان بآل رسول الله وآل الصديق يا سلام يوصل زيد إلى مكة فيحمل السيدة سودة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع يأخذ بيت النبي السيدة سودة زوجة النبي وبنات النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ويجي عامر بن فهيرة ومعايا الفلوس يشتري الدواب الإبل إلا هيأخذ عليها أبا قحافة وأم رومان وعبد الله وأسماء وعبد الرحمن وعائشة والكل ويخرج الركب البكري مع آل بيت رسول الله مهاجرين إلى الله ورسوله لتنال شرف الهجرة بعد شرف السبط إلى الإسلام فتكون ثاني امرأة تسلم أم رومان وتكون مهاجر إلى الله ورسوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم نالت أم رومان بعد شرف الإسلام شرف الهجرة إلى الله ورسوله لتسجل في عداد المهاجرين ولكن هل انتهى الكلام خرجت أم رومان لتصل إلى المدينة سالمة غانمة فماذا حدث لها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نلقاكم بإذن الله بعد هذا الفاصل لنعود ترجمة نانسي قنقر